العلماء ورثت الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته أنا لست شيعيا أسب صحابة أو ناصبيا ضد آل محمدي أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الأصل كالمتودي أنا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي أنا لست أخواني يجر بفتنة وأراد ما رى المسلمين على يدي أنا لست مبتدعا يقول بكيفه ويسلك أهل الشر في سلكه الردي أنا لست حزبيا أفرق أمتي أنا ضد أحزاب تهم وتعتدي أنا لست جهميا ولست معطلا أنا لست زنديقا بلبسي مرتدي أنا لست حددي ولست بطاعن ولست بسباب أهل العلم أعتدي ولست مميعا أبدا ولست مخذلان أكابر أهل العلم في النهج أهتدي أنا لست تبليغي ولست مبلغا لدعوة مبتدع وبالجهل أبتدي ولست مباضيا ونهجيم الذي يرون كتاب الله خلقا كساعدي أنا لست عقلاني أرد شريعة ولا أرفض النقل صحيح وأرددي أنا لست علماني ولست بملحد ولست بالبرالي بغيظ حاقدي أنا لست ثوريا ولست مؤججا لبركان نار في كراسي السؤددي أنا لست عصبيا ولا متعصبا أنا ضد مبتدع شقي حاسدي أنا يا أخي في الله واسمع منهجي خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي سلفية في النهج نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمدي منهم أبو بكر وأبو حفص عمر وكذاك عثمان وابو الحسن الندي وجميع أصحاب الرسول وآله وكذاك صحب في بقيع الغرقدي والتابعون كمالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل أحمدي وابن المسيب والبخاري ومسلم والترمذي ونافع ومساددي وكذاك سفيان كذابن عينة وكذابن تيمية الإمام المهندي وجميع أهل العلم أعلام الهدى هم كالنجوم علامة للمهتدي في عصرنا الحاضر نجوم سواطع كالعالم العلم الإمام المجدد أعني الإمام ابن التميمي محمدا ومجدد التوحيد خيرا جاهدي وكذاك آل الشيخ نعم مشايخ والشيخ مقبل وابن باز المرشدي ومحدث العصر الحديث بأردن وكذا فقي فيه عنيزة زاهدي ومحمد الجامي وزيد المدخلي والمدخلي ربيع ثم محمدي وكذلك الفوزان وابن الجابري والبدور والحيدان خير وماجدي وكذاك شيخ في الحديدة راحل والدار تشهد فضل ذاك العابدي وكذلك الأسد بن رسلان الذي يدعو إلى الله العظيم الواحد وجميع من هم في الخليج وشامنا والمغرب العربي ويليمنا شهدي وكذا بلاد الرافدين ومصرنا وكذلك الأحواز كم من مهتدي وجميع من هم في مشارق أرضنا وجميع من سلكوا طريقة أحمدي يا رب وفقنا وألف بيننا واجعل خواتمنا بحال السجد واصلحوا لات أمورنا وشبابنا منك الصلاح إلهنا بك نهتدي يا رب واجعل نهجنا نهج الرسول محمد وصحابه فبنهجهم فلنقتدي يا رب وفقنا بعلم نافع واهدي العباد على لزوم المسجد ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد ترجمة نانسي قنقر